شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أحد الخطباء الكرام نقل لي هذه القضية قال عندما كنت في العراق في أيام عبد الكريم مررت في ظرف شديد وكانت علي الضغوط اقتصادية هائلة عبد الكريم كانت عنده خطة لامتصاص رجال الدين وتذويبهم في الدولة فأعلن أن أي رجل دين يأتي إلينا ويقدم امتحان نحن نعينه موظفاً أو معلمان ونعطيها راتباً ضخماً يقول هذا الخطيب أنا فكرت للتخلص من هذه الضغوط الاقتصادية أن أذهب غداً وأمتحن وأن خرط في سلك التعليم وأن خرط في سلك التعليم ولا أترك أيضاً خطابتي بعد الظهر أخطو ليلاً أو بعد الظهر ولم أخبر بهذه النية أحداً حتى عائلتي يقول في الصباح خرجت من بيتي في النجف وذهبت إلى الامتحان وإذا برجل يراني في الطريق ويقول لمولانا البارحة أنا شفت رؤية ولا أعلم معنى هذه الرؤية وهذه الرؤية تتعلق بك أريد أن أنقلها لك قلت له تفضل قال أنا البارحة رأيت مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤية والإمام يخاطبك أنت ويقول لك أعطني عمامتي ولك سدارتك المعلمون ذاك الوقت كانوا يخلون على راسهم شيء وقال له سدارة وأنا ما افتهمت من هذه الكلمة الشيء يعني شنو؟ فقلت له لذلك الرجل رسالة أمير المؤمنين وصلت الإمام يقول لو تكون معنا أو تكون مع الآخرين أن تجمع بيننا وبين الآخرين ما يمكن أعطني عمامتي ولك سدارتك يقول أنا ثوراً صممت أن لا أذهب مهما كانت النتائج وأن أعود إلى بيتي هذه القضية يمكن قبل أكثر من أربعين عام يقول عدت إلى بيتي وواصلت خدمة سيد الشهداء وهو إلى الآن خطيب ومؤلف في خط أهل البيت بعض الأفراد خضعوا للضغوط المعاشية أو الضغوط الاجتماعية وراحوا وانتهوا اللي راح انتهى كثير من الأفراد هناك دعاء عجيب عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بالي أنه أم سلمة كأنه افتقدت النبي صلى الله عليه وآله في إحدى الليالي شافت ما هو فقامت وبحثت عنه فوجدته ساجداً يدعو بهذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم لا تسلبني صالحاً ما أنعمت به علي أبداً أحياناً الله تعالى يمنح الفرد توفيق على أثر ضغوط اجتماعي أو ضغوط اقتصادي أو خلاف بينه وبين أحد الإخوة وإذا به يترك العمى ويحرب التوفيق أحياناً إلى النهاية صلاة الليل توفيق أكو بعض الأفراد كانوا موفقين لصلاة الليل ثم فقدوا هذا التوفيق أكو بعض الأفراد كانوا يقرؤون القرآن الكريم ثم بعد ذلك فقدوا هذا التوفيق سلب منهم توفيق قراءة القرآن اللهم لا تسلبني صالحاً ما أنعمت به علي أبداً ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبداً هذا التوفيق توفيق خدمة أهل البيت واحد يجب أن يصمم أن يكون في خط أهل البيت وفي خدمة أهل البيت إلى النهاية وعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين يعني الموت هذه النية حاول ونحاول أن تكون في قلوبنا نية الثبات إلى النهاية في خط أهل البيت وفي خدمة أهل البيت هذه قضية أخرى تبين جانب آخر من سلب التوفيق وانسلاب التوفيق اللي واحد يجب أن يحذر من هذا الشيء كان واحد من الأفراد هذا لا يلبس السواد على سيد الشهداء صلوات الله عليه ما يلبس حتى في يوم عشورة ما كان يلبس واحد من الأفراد إجا عنده وقال له لماذا لا تلبس السواد قال معد هذا الرجل راح وخاط له ثوبا أسود يوم عشورة جاء له بهذا الثوب ثوب الرجل رأى هذا الثوب وفكر قليلا وقال لا أريد لا أريد لا أريد لا أريد هذا هذا بين قوسيا أن قل لكم كان واحد من الأفراد توفي والده وما لبس السواد كان والد من العلماء الكبار ما لبس السواد لوالده قالوا له لماذا لم تلبس السواد قال في الواقع أنا أخجل من الإمام الحسين أنا على الإمام الحسين ما ألبس السواد على والدي ألبس السواد أخجل من الإمام ذلك الرجل قال لا أريد ثلاث مرات هذا الطرف الذي جاء له بالثوب تألم شنو أشكال واحد يلبس السواد يوم واحد على سيد الشهداء كثير من علماء كانوا يلبسون السواد شهرين كاملين طيلة محرم وصفر وإلى الآن حتى في قوم بعض مراجع التقليد الكبار يلبسون السواد شهرين كاملين يقول أنا تأثرت وخرجته متألمة من هذا الموقف يقول بعد هذه القضية هذا الرجل لم يوفق للاشتراك في مجلس من مجالس سيد الشهداء أبدا سلب التوفيق أحيانا واحد يقول كلمة أو يتخذ موقف على أثر انفعال على أثر ضغط واحد يجب أن يحاول أن تكون انفعالاته تحت سيطرة عقله ليتأثر بالانفعالات إذا حدثت هناك مشكلة وأعمال الخير دائما فيها مشكلات إذا أعمال الخير ما كان فيها مشكلة كل الناس كانوا يكونون أهل خير وكل الناس كانوا أصحاب مشاريع ليش أصحاب المشاريع قليلون ولماذا الذين يبدأون كثيرون والذين يبقون إلى النهاية قليلون لهذا العامل مرة واحد من البداية يبني على أن يتحمل المشكلات مهما كانت إلى النهاية الجد رحمه الله عندما بدأ بطلب العلم كان يعيش ضغوط هائلة ذاك الوقت لعل أغلب طلاب العلم كانوا يعيشون ضغوط هائلة أحيانا بعد طلاب العلم مال لشراء ماء ما كان عندهم حنفياتهم ما كانت ما يشترون ما كان عندهم هذا اللي ما عنده ماء ماذا يفعل هو يتحمل زوجته كيف تتحمل أولاده كيف يتحملون الكثير من الذين دخلوا في خط طلب العلم تركوا على أثر هذه الضغوط الجد رحمه الله من البداية يصمم على أن يستمر إلى نهاية الطريق مهما كان من البداية شايفين القدر القدر قدر الضغط هذه من البداية تصمم لاحتمال درجة عالية من الضغط ضغط ضغط هائل ولكن صممت لتحمل هذه الدرجة العالية واحد يجب أن يبني ذاته على ذلك ولذلك ينقل عن الجد رحمه الله أنه في شتاء كامل عاش بثوب واحد شتاء العراق ذاك الوقت وشتاء قوي قارس كان في ذاك الوقت بثوب واحد الوالد رحمه الله كان ينقل هذه أخريات أيام حياة الجد يعني الأعوام الأخيرة لعله كان يقول نحن في الشتاء في بعض الليالي كنا نرجف إلى الصباح من الباب لأن ما عندنا وسيلة تدفئ ولكنه تحمل تحمل أو ما تحمل الدنيا تنتهي إذا ما كان يتحمل كانت الدنيا تنتهي الذين ما تحملوا دنياهم انتهت والذين تحملوا دنياهم انتهت أيضا ولكن الذي يبقى هو الآجر الأخروي الأخوة الكرام الذين بدأوا هذه المسيرة الطويلة بإذن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصمموا بإذن الله وبعناية أهل البيت صلوات الله عليهم أن يتحملوا جميع المشكلات وجميع الضغوط وجميع التقلبات إلى نهاية المطاف وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى وأهل البيت إن شاء الله يعينونكم على هذا الامر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد لكم التوفيق وأن يديم لكم التوفيق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر